موسيقى أنا اسمي فعيبي عقل غاوي من قرية كفرقر من مواليدي الأربعين بالنكبة اللي حلت في بلدنا كفرقر كنت من ثمان سنين بذكر البسيط كان عن أبوي مع الثواب اللي والدي استضاف فقد أجتنا مساعدات جيوش من العراق ومن سوريا سكنوا في بيت أهلي فقدت البيوت قليلة بالقرية وهناك إحنا أخلينا للبيت وكعدنا عند الناس من قريبنا بالبلد والجيش السوري سكن في بيت دار أهلي السعيات اليوم النكبة ساعة أربعة الصبح اجتاحت البلد قوات غاشمي من الجنوب للكرية فاتوا على الدور دون انظار دون يعني ما يقولوا لهم إنه جايم حاجم البلد ولا إنها في حرب ولا إيش اللي بتخفز الصبح اللي بتعكد لأولادها الناس اللي هرب هرب بروحهم يا دوب إذا طفل معاه أخذوا وذا نسي نسي تحلت فينا النكبة وصار جهاد بهاي البلد بالقرية ونزحت أهل البلد على الكرة المجاورة من عارة وعرعرة كل الاحترام إلهم استضافوا أهل البلد نافقوا في القرية خصن الضيافة والحمد لله عاشوا في الهجرة أنا بسميها مش لجاة مهاجرين الممطوردوا من بلادهم غصباً عنهم مش بإرادتهم إحداشر شهر بعد إحداشر شهر بكت هذه التقسيم الثمانية وأربعين وعد بلفور يكا التقسيم عندنا في منطقة اسمها الأساور هناك عربة بالعبراني برقايم سامينها هذه البلدنا بكت من التقسيم وتبدأ بالنحاء الشرقية الجنوبية مع الضفة والوعد بلفور اللي لازم يوخذوا هم يحتلوا ومن الكرة هاي من كفر قرع كنير سوبارين خوبازي عين غزال إمشوف كل هاي الكرة الشمال منطقة الروحة استولوا عليها بكة متفكة مع الجيش الإنجليزي إنهم إنتوا إذا قتلتوا تعايشوا معهم عيشوا وذلعوا قتلوهم يعني ما فيش حدا يحاسبكم عليها وعملوا اللي عملو واتهجرت الناس من بلادها اللي انقتر ونقتل واللي نجب روح ونجب ولا يومنا هذا عانينا هذا البرد بعد ما رجعت تقعد ناس ست أربع سنين حكم عسكر كل واحد بد يروح يأخذ ابنه يداوي حتى لازم يخطع تصريح ويمطر في مركز البوليس بكة بعار ساعات إذا ابنه بدو يتأدى عليه إشي يعني ينهى كل مرب والعناء تايعطي الحاكم العسكري التصريح حتى يأخذ ابنه على التفضل ونقتلوا من هنا ومن جميلة مخالج مكتلوا اليوم المعركة تم واحد من جميلة مخالج احنا منقول انه تصير صار جهاد في بلدنا وتصير راحه والجيش العراقي برضو خسر والسوري عنا احنا يعني تخلص انه كداش عانت هذه البلد المهم البلدنا لما رجعت رجعت تحت الاحتلال وتحت الحكم العسكري سنين طويلة بقوا يفوتوا على الدار يأخذوا اللي بيها بدون ما يشاوروا اذا ما كنا نجيب كيلة الرز او السكر من العرعرة والبلد على كفر قرع يأخذوه يأخذوه هره هره اه هره عانينا احنا كرية كفر قرع عانت الكفير وبعدها بتعاني والحمد لله بهمت اهليها وقدراتهم وصبرهم ونضالهم ضلوا بأرضهم وضيقوا علينا اهي الكفر قرع ناسا عياد بصوارة محطوطة دائر فتب سيجوا علينا شوارع تتروح على المسطلطنات اللي حوالينا حتى الواحد بيطنع من بلده روح على كل هالإخدارة يتسوق يجيب لأولاد كداوب ولا ملابس ولا ايش حيفة بكى 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 بيبدو تصريح تصريح يقعد أيام ساعات يحفل عليه في هذا الفجال احنا عانينا الكثير بس احنا بصمودنا وشجاعة شباب بلدنا واهلها ساعدوا بعضهم وكاننا نقعد كل عائدتان بيدار حتى زال يعني نقبونا زي العصفير قم من وفوق بتل عائد باسمها جبل المكايد في البلد العصفر هنا كاعدوا فترة بس حدا يتحرك يمين ودشبال وبدهم يصدوا بكى عندهم حدا يقولهم لا يعني يمنعهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر